اهلا بكم من جديد على مدار الشهور القليلة الماضية لاحظنا جميعا انخفاض عدد الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته لشكل واضح لكن هل يستمر الأمر كذلك خلال الشهور المتبقية في هذا العام؟ بحسب دراسات أمريكية عديدة يبدو أنه من الممكن يعودة فيروس كورونا للانتشار بشراسة بين البشر كشفت دراسة جديدة لخدمة بحص صحة الحيوان والنبات التباع لوزارة الزراعة الأمريكية أن فيروس كورونا انتقل من البشر إلى الغزال يدي اللون الأبيض في الولايات المتحدة أكثر من 100 مرة بنهاية عام 2021 وبداية عام 2022 وتشير دراسة إلى أن فيروس كورونا ربما انتشر على نطاق واسع بين الغزلان وأنه تحور داخل تلك الحيوانات وأيضا ركز البحث أيضا على أن هذه النسخ المعدلة من الفيروس ربما تم نقلها إلى البشر على الأقل لثلاث مرات هذا وأظهرت النتائج مخاوفة بشأن الغزلان في الولايات المتحدة حيث يمكن أن تصبح هذه الحيوانات مستودعا حيوانيا طويلة لأجل لفيروس كورونا وبالتالي مصدرا محتملا لظهور متقورات جديدة من الفيروس ويعد الغزال ذوء اللون الأبيض منتشرا في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شوفينغ وان مؤلف الدراسة نقلت وخبير في الأمراض الحيوانية تحذيره بأن استمرار انتشار الأمراض الحيوانية وتطورها في الحياة البرية يشكل مقاطر على السحة العامة ويشير هذا التحذير إلى أن الأمراض الحيوانية قد تتحول إلى وباء عالمي إذا لم يتم التحكم فيها بشكل فعال هذا وأجرى العلماء دراسة شاملة جمعوا فيها أكثر من 11 ألف عين من الغزلان في 26 ولاية إلى جانب واشنطن العاصمة ووجدوا أن ثلاث الحيوانات تحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا وأن 12% تعاني من عدوى نشطة بالفيروس ووفقا للدراسة ليس هناك دليل على أن الغزلان تلعب دورا رئيسيا في نشر الفيروس بين البشر ولكن انتقال الفيروس من البشر إلى الحيوانات يثير العديد من المخاوف الصحية هذا لأن وجود الفيروس في الحيوانات يمكن أن يؤدي إلى استمرار تحورات الفيروسية التي قد تختفي لدى البشر وتؤكد الدراسة الجديدة التقارير سابقة تفيد بأن بعض السلالات المتخورة لفيروس كورونا مثل سلالة ألفة استمرت فيها الانتشار بين الغزلان حتى بعد ما انخفضت قلات الإصابة بشكل كبير بين البشر وفي عام 2021 أيضا قال الباحثون أو بدأ الباحثون في خدمة فقص صحة الحيوان والنبات بالتعاون مع علماء حكوميين وأكاديميين أخرين البحث عن فيروس كورونا في الغزلان ذات اللون الأبيض أو ذات الذيل الأبيض وذلك بعد ما أظهرت الدراسات أن هذه الحيوانات قد تصاب بالفيروس كانت هذه أبرز التفاصيل عن انتشار فيروس كورونا ومتحولاته بين الغزلان ذات الذيل الأبيض وكانت هذه أبرز النتائج والمستجدات الخاصة بالتقارير التي نشرت عن هذا الأمر كنوا معنا دائما على شاشة اليوم السابع ونشكركم بالنصيب المتابعة إلى اللقاء